عمليات عسكرية أقل حدة وأكثر توجيها هذا هو عنوان المرحلة الثالثة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة حيث لوحظ في الأسابيع الأخيرة عمليات بأنماط عسكرية جديدة تختلف عن شكل المناورات البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي كما سوف تعتمد هذه المرحلة على عدة مبادئ منها توفر معلومات استخباراتية دقيقة والاعتماد على السرعة والمفاجأة في التنفيذ كما سوف يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي مبدأ كثافة النيران الجوية لمحاصرة المقاتلين الفلسطينيين تركز المرحلة الثالثة على عمليات القتل والاغتيال دون توغلات برية إن النمط العسكرية الجديدة هذا يرتكز على تنفيذ عمليات محددة ضد مواقع ومقدرات للفصائل الفلسطينية جوا وبرا وبحرا كذلك أوضعت التقارير أن هذه المرحلة سوف تحدد تنفيذ العمليات العسكرية في وقت قصير يتراوح بين ساعات وأيام والغرض من المرحلة الثالثة كما سوف يتم تنفيذها في شمال القطاع هو منع عودة حماس كمنظمة عسكرية بحسب هذه العنوين وفقا لتقارير إسرائيلية كذلك فإن انسحاب الجيش في المرحلة الثالثة سوف يكون إما إلى خارج القطاع أو نحو نقاط تمركز في محوري نتسريم وفيلدلفي والمنطقة العازلة التي أنشأها على طول قطاع غزة وقد نقل كذلك موقع والا العبري عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلية بدأ توسيع محور نتسريم من 2 أو كيلومترين إلى 4 كيلومترات وذلك تحضيرا للمرحلة الثالثة من هذه الحرب أما يدعوت أحرنوت فقد أشارت إلى أن الوضع الحالي يجعل من الممكن البدء بتنفيذ خطة اليوم التالي التي تهدف إلى إنشاء حكومة مدنية بديلة لحمس إضافة كذلك إلى تنفيذ ما يوصف بالفقاعات الإنسانية أي بعزل ثلاث مناطق وهي بيت حنون، بيت لاهية والعطاطر وتوكيل لجان محلية لإدارة شؤونها بمظلة دولية أيضا يدعوت أحرنوت تضيف أن فرص تنفيذ هذه الخطة الضئيلة مع وجود حماس ولو جزئيا في المنطقة وقالت أي دعوت أحرنوت إن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو صوملة شمال القطاع في ظل تدهور الأوضاع إنسانيا وحياتيا أما جنوب القطاع، لسيما رفح فالقتال سوف يستمر على الأرجح لشهر آخر أو حتى إلى نهاية العامة فيما العمليات العسكرية وسط القطاع لا تزال بمرحلتها الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر